نحو ثلاثة مليارات دولار سلمها العراق لإيران وأبقى الباب مفتوحا لتدفق مزيدا من المليارات تقول طهران إنها أموالها المجمدة في مصارف بغداد بفعل العقوبات الأمريكية والتي تفوق 11 مليار دولار استحقاقات عن بيع إيران الغازة للعراق خطوة قال وزير خارجية حكومة السودان فؤاد حسين إنها جاءت عقب حوار أجراه مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في الرياض مؤخرا تمخض عن سماح واشنطن بدفع الأموال لإيران بعملة اليورو وباعتراف مبطن بأن إيران تستخدم الغاز كأداة ابتزاز عبر تعطيل تدفقه لمحطات الطاقة في العراق بشر مستشار السوداني ضياء الناصري بقرب تحسن الكهرباء بعد تسليم أول دفعة مالية لطهران ابتزاز يتزامن مع كل موسم صيف اللاهب ويزيد سخط الشارع العراقي من الطبقة السياسية الحاكمة التي لم تجد حرجا من عقد اتفاقية مع إيران لشراء الغاز منها لخمس سنوات قادمة مقابل أسعار تتخطى قيمة المليون وحدة حرارية منها نحو أربعة أضعاف الأسعار السائدة في البورصة عالميا لطالما ادعت إيران عدم استلامها أموال بيعها الغاز للعراق لكن عضو اللجنة المالية النيابية محمد نور عزيز ينفي وجود أي ديون ويؤكد أن آلية الدفع هي نقد حيث تستلم طهران الأموال بقرار من طرفها يمنع أي حضر على تدفق العملة الأجنبية من العراق إليها أريد الدفع كاش أريد الدفع نتفعلهم ونطيعهم فلوس الغاز كاش في 2018 نتهري بالدولار لداخل إيران ما علي عقوبات أصلا ويقول المراقبون أن العراق الذي ما زال خاضعا لنفوذ إيران منذ نحو عقدين من الزمن يوفر لها عائدات تزيد على 20 مليار دولار سنويا ويبقى أسيرا لها في احتياجاته للكهرباء بينما يحرق غازه المشغل لمحطات الطاقة في حقول النفط دون الاستفادة منه بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية